الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فقد جاءتني رسالة من أحد الإخوة الوهابية السابقين وقد تاب الله تعالى عليه واجتبه كما تاب على كثيرين ممن كان على هذه الشاكلة والحمد لله الأمر في ازدياد كبير جدا ذلك الفضل من الله وأحببت أن أقرأ رسالته كما هي للعبرة وللبيان لإخواننا من أهل السنة مدى النعمة التي هم فيها وكذلك المجادل لمن يجادل الوهابية ويرد عليهم ليعرف نقاط ضعف القوم وكذلك نصيحة للإخوة الذين لا يزالون يترددون وهم لا يزالون على طريقة ابن عبد الوهاب مع اعترافهم بوجود خلل في هذه الطريقة أقرأ الرسالة أو معظمها منذ البداية يقول لي بعد السلام في الحقيقة لقد كنت وهابيا بامتياز واسمح لي باقتباس كلمة وهابي فقد نشأت منذ نعومة أغفار في السعودية ودرست جميع العلوم التي يدرسونها وكنت متعصبا جدا ولم يكن أحد أحب إلي على وجه الأرض من العلماء من شيخ الإسلام هكذا يقول وتلميذه شيخ الإسلام بن تيمية هكذا يقول وتلميذه بن القيم فكنت أعتقد ضلال الأشاعر والماتريدية والصوفية حتى رأيت مقطعا للشيخ ولد الددو وهو يذكر أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في مسائل الصفات وأنهم جميعا من أهل السنة فاستوقفني الأمر جدا وبدأت رحلة مستقلة في البحث هذه حقيقة وقفة يسيرة عند هذا لاحظ العلماء حينما يصدقون في الكلام ولا يجاملون يعني الشيخ بن ددو الحمد لله رب العالمين بدأ يتجه بتجاهها للسنة بشكل واضح جدا وصرح منذ الشهر تقريبا بأنه ينفي عقيدة الجهة وأن الجهة الحسية ممنوعة لله سبحانه وتعالى وأن علو الله سبحانه ليس علوا مادية وهذا عين ما يقوله الأشعرية فالشيخ بن ددو العلم يعني أوصله إلى هذا فهو الرجل يعني يقرأ كثيرا ويحفظ كثيرا وهو وإن كنا نخالفه في طريقته الوهابية الآن الحمد لله رب العالمين بدأ يتجه نحو أهل السنة والجماعة وهذه الكلمة منه جعلت كثيرا من الناس يعودون إلى الحق إذن حتى رأيت مقطعا للشيخ ولد الددو وهو يذكر أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في مساء الصفات وأنهم جميعا من أهل السنة فاستوقفني الأمر جدا وبدأت رحلة مستقلة في البحث فكانت الصاعقة نعم كل من يبحث سيجد الصاعقة هذه الصاعقة سيجدها كل من يبحث بالتجرد فكانت الصاعقة أني وجدت عدم أمانة كبيرة فهكذا أنقولها بحرفها حتى كان في أخطاء أني وجدت عدم أمانة كبيرة في النقل عند مشايخ الوهابية عن خصومهم بل ويكذبون عليهم ويبدعونهم ويفسقونهم مع أن معظم العلماء الكبار على مر العصور قاربوا ووافقوا الأشاعر في مساء الصفات لاحظ هذا الذي نقوله دائما الوهابية طريقتهم في تثبيت إخوانهم هو الكذب على الخصوم الأشعرية لا يقول إلا بسبع صفات الأشعرية جهمية الأشعرية يقول الله في كل مكان كل هذه الدجل ينسبونه إلى الأشعرية حتى ينفروا الناس منهم وهو غير صحيح كما بينا ذلك مرات وكرات إذن وبعد البحث والتدقيق وجدت أن الحق هو عدم الخوض في ذات الله وأن هذا هو المنهي عنه أن نعم أنت على الحق ليس عندنا مشكلة في هذا ووجدت أن منهج السلف وأمرها كما جاءت دون الخوض في ذات الله مع تنزيه الله عن كل ما خطر في ذات الله وأن هذا من المنهي عنه وأن منهج السلف يقول وجدت أن منهج السلف هو أمرها كما جاءت دون الخوض في ذات الله مع تنزيه الله عن كل ما خطر في بالنا عظيم جدا هذا هو الذي نريده منك أن تقول كما قال السلف من رؤى كما جاءت وأن تعلم أن ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ومن سر على شاكلتهم خالفوا السلف في هذا وأن ننفسروها على ظاهرها مخالفين لماذا بالسلف؟ يقول واكتشفت أن هناك فرقة قديمة كان السلف يسمونها بالحشوية أو المجسمة أو الكرامية وقد خالفهم في اعتقادي من خالفوا السلف حاليا إذن الحمد لله أن تعلم أن المجسمة الحشوية الكرامية هؤلاء فرقة ضالة وأن أهل السنة والجماعة على طريقة السلف هذا هو المطلوب حاليا أنا ما زلت في بحثي ولي مؤاخذات على الأشاعر المتأخرين في بعض الأمور إلا أني أرى أنهم أقرب إلى منهج السلف من الوهابية الرجل على حق الرجل منصف وصادق فيما يقول وله علينا مؤاخذات نستمع إليها والحقيقة من باب النصف للمسلمين وأقولها بدون حياء ولا وجل أقولها على الملأ نعم يقول ماذا نعم ولي مؤاخذات على الأشاعر المتأخرين في بعض الأمور إلا أني أرى أنهم أقرب إلى منهج السلف من الوهابية للأسف بمجرد أن تختلف مع الوهابية في هذه المسائل حتى تجد التبديع والتفسيق والتكفير مع أن هناك من السلف جمع كبير قال بهذا لا الحقيقة تبديعي نعم السلف يقول بأن من يخالف المنهج هو مبتدع أما قضية التكفير نحن لا نكفر نعم هناك أناس ينتسبون الأشاعر يكفرونهم خارج خط الإمام الأشعري وإن زعموا أنهم أشاعر لأن آخر وصيل الأشعر رحمه الله هي عدم التكفير فأنت محق يا أخي في هذا في رفض التكفير أما التبديع لا الذي يقول بأن الله تعالى يتحيز في مكان وأن الله ينزل نزول حقيقي وأن الله تعالى موصوف بالجهة المادية هذا بلا شك مبتدع نعم ما هو البدع يعني أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فاستر هذه النصوص بما يخالف ما عليه الكافة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وهذا التبديع والتفسيق والتكفير يجعل الوهابية فرقة مخالفة للسواد الأعظم من علماء السنة والجماعة نعم الحقيقة هم يكفرون ويبدعون لا أدري ماذا يريد الأخ يعني الوهابية يكفرون ويبدعون هذا حق بعض الأشعرية يكفرون الوهابية هم على خطأ لا نسمح بهذا مع أن خصومهم لا يبدعونهم ولا يكفرونهم وإنما يذكرون ويبينون خطأ قولهم ولذلك تبيد لي جليا أن هذا المنهج التبديعي والتكفيري لا يمكن أن يجعل الوهابية من السلف يبدو أن الأخ خانه التعبير فيريد التكفير والتبديع هو الشأن الوهابية وإن انتقد بعض الأشاعر الذين يكفرون أنا معه في هذا نعم تبيني جليا أن هذا المنهج التبديعي والتكفيري لا يمكن أن يجعل الوهابية من السلف أنت على حق في هذا فتح الله عليك فتوح العارفين ولذلك بدأت أستخدم لفظ الوهابية حتى نفرق بين السلف وبينهم جزاك الله خيرا وهذا الذي نفعله ومنهج التجسيم منهج خاطئ بلا شك خاطئ ليس خطأ لأنه من إثم الخطيئة الخطيئة هي الإثم فتقول خاطئ أما إذا كان الخطأ تقول ماذا مخطئ ومنهج التجسيم منهج خاطئ بلا شك فأخونا مؤفقة في هذه العبارة خاطئ مخالف لما كان عليه جمهور أهل السنة والجماعة ولقد تبنى منهج التجسيم بعض علمائنا الأجلة هكذا يصفهم رحمهم الله يعني هذا حق يعني هو يقصد بن عثيمين وابن باز وكذا هم بلا شك على منهج التجسيم والألباني كذلك فهو يحترمهم الرجل ويحفظ لهم الود حقه هذا لأنه تلقى عليهم في الزمان الماضي والرجل الحقيقي يبدو عليه إنصاف ويبدو عليه وإن ترك منهج الوهابية يلا يزال يحترم من كانوا على هذه الطريقة لأنه تلقى عنهم في يوم من الأيام وهذا ما لا يظهره الوهابية بل ويوهمون الناس أن التجسيم هو المنهج الأوحد هذا حق الوهابية يوهمون الناس أن هذا منهج المنهج الصحيح والحق الوحيد ومنهج السلف ومنهج التجسيم مع أن أئمة السلف فروا منه يقول يوهمنا الناس أن التجسيم هو المنهج الأوحد الذي تبنته الأمة بجميع أعلامها وعلمائها وهذا كذب محض فتح الله عليك والله أنت منور وأيضا اكتشفت تحريف الوهابية في المخطوطات نعم هذه مسألة خطيرة جدا جدا ولها تبعاتها الخطيرة والحمد الله بدأت الأمة غربل ذلك الوضع لمغطع سميته إيش؟ الوضعون الجدد عودوا إليه نعم تحريف الوهابية المخطوطات وعدم طبع المخطوط كما هو وهذا زادني بغضا لهم وكرها لهم وهذا بالإضافة إلى طريقتهم في تصحيح وتضعيف الحديث التي يدخلها الهوى بامتياز فتجدهم يضعفون حديثا لسبب سياسي ويذكرون أن علة الحديث فلان وفلان ثم تجدهم يصححون أحاديث أخرى مع أن فيها نفس هذا الراوي المعلو هذا والله حق أي حديث لا يروق لهم يضعفونه وأي حديث يروق لهم يصححونه هذا نعم الأخونا لم يذكر أمثل لكن هذا رأيته كثيرا خاصا في أحاديث الاستغاثة والتواصل ونحو ذلك مباشرة قضيت القسطنطينية وفتح القسطنطينية بما أن محمد الفاتح ليست على طريقتهم بدأوا يلعبون هكذا وحتى أحرفوا الحديث وجعلوا فتح آخر أشياء من هذا القبيل صحيح فعلا اتباع للهوى بمعنى الكلمة ويقدسون الحكام ويرتمون في أحضانهم دخلنا في السياسة هذا حق لكن يعني لا نريد أن نتوسع في هذا هذا حق بلا شك لا يخالفون حكامهم ولولا التشهد كانت لاؤهم نعم هكذا قال الفرزدق لكن ينبغي أن يقول كانت لاؤهم نعم يقول يتبعون الحكام ويرتمون في أحضانهم ويحملون أحاديث طاعة للأمر على حكام بغاة ظلمة يحاربون الله ورسوله فأي نفاق أعظم من هذا ويغضون الطرف عن الأحاديث ومنهج السلف لإنكار على هؤلاء الحكام المجرمين بل ويبدعون كل من خالفهم ويدلسون على الناس أمر دينهم حتى أفسدوا البلاد والعباد لقد بغفتهم والله وكرهتهم فهم أساس كل الشر في عصرنا انظر كيف افتعلوا الفتن في بلاد المسلمين وسندوا أعداء المسلمين ودعموا بالمال والسلاح العلمانيين الكارهين لله ورسوله انظر ماذا فعلوا في مصر وسوريا وليبيا واليمن قبح الله هذا المنهج الوهابي الذين يؤيدون وينبطحون للظلمة والمجرمين ويبدعون من خالفهم حتى ولو كان المخالف يستدل بأقوال من سلف منهج متخبط لا يعرف فقه الاختلاف وأفضل من كتب عنهم هو ابن عابدين رحمه الله تعالى الذي عايشهم وذكر أنهم فرقة خارجة عن أهل السنة والجماعة لذلك تركت هذا المنهج وأنا الآن على يقين أن الوهابية فرقة لا تعتمد منهج السلف وإنما منهج بعض السلف الحقيقة يعني أخونا هذا أنا أختلف معه في هذه القضية هم لا يتبعون السلف لكن وجدوا أقاويل نسبت إلى السلف تمسحوا بها وادعوا أن هذا مذهب السلف لأنه حقيقة إذا حققنا في الأسانيد وأخونا موفق هذا يعني مثلا أبو حنيفة الإمام الأعظم ينص في الفقه الأكبر على رفض العلو الحسي المادي لله سبحانه وتعالى هذا نص صريح مريح للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله وأن القرب والبعد بالنسبة لله سبحانه وتعالى قرب مكانه ومنزله ينص على هذا الوهابية يأتون بروايات نوح بن أبي مريم وأمثاله ليثبتوا أن أبا حنيفة يقول بالعلو الحسي وهم في صباح مساء يحكمون على هؤلاء الرواة بالوضع فإذا ما رويت من قبلهم أشياء زعموا أن هذا منهج الإمام الأعظم إذن هذا عبث ولعب كثير جدا من هؤلاء القوم فهناك أشياء نسبت إلى بعض السلف صحيح صحيح ولكن أين أساندها يعني هل تظن أن كل ما ذكر في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري هذا خلاص صحيح مريح لا يا أخي البخاري من أهل الأسانيد والبخاري لم يلتزم الصحة إلا في كتابه الصحيح هل تظن أن التدجيل الموجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من طعن الأئمة والصالحين والأولياء ورواية التجسيم هل تعتقد أن هذا هو لا أبدا لا يثبت هذا أصلا لا يثبت حتى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل فأحيانا بعض أخواننا والأسيما الذين عادوا من السلفية يعني عادوا مبكرين عندهم بعض الأشياء يعني تحتاج إلى إعادة نظر فعليك أن تحقق يا أخي في الإسناد ثم تحقق في المتن السلف ما كانوا مجسمة أبدا وهو يقر بهذا ولكن يقول هناك بعض هو يقول أن جمهور السلف كانوا على طريقة التي سار عليها الأشاعرة إذن وهذا كان كافيا في تركهم ونسبتهم لمؤسسهم من الأعظم محمد بن عبد الوهاب الذي تحالف مع الإنجليز لإسقاط دولة الخلافة الإسلامية الرسالة طويلة هذه ذكرت معظمها لكن هو الرجل يعيب علينا الأشعرية أو على بعض الأشعرية قضية ماذا التكفير نحن لا نكفر ونبرأ من التكفير ونشكر هذا الأخ والإخوة جميعا هؤلاء الذين كانت لهم تجارب مريرة حقيقة ما أكثرهم هم دعم كبير لأهل السنة والجماعة لأن هؤلاء هم خير من يكشف هذا المذهب المتهالك نسأل الله تعالى لنا ولأخينا هذا الفاضل التوفيق والثبات على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر